يا حبيبي يا غيبين وحشني يا غليل يا حبيبي يا غيبين وحشني يا غليل قول وغمب وفتح قول وغمب وفتح وليكم جيين يا حبيبي يا غيبين غيبين والله قبت شمري أحد فراخ بالسديو وطشة الملوخية في العمدل أنا أبتكنا من ذا الأغنية لأنه حمادة هذه أغنية اللي غطفنا فيها من سبعين مدري هي هداء ولا شيء قائل واحد بسمعك ذا الأغنية تقول له نبي أغنية كذا يقول لك موجود يا حبيبي يا حلوين حمادة نبي شيء شيء عدني موجود يا حبيبي نفس اللي في الحسين شفت الشبع ذولي نفسه تطلب منه يعطيك منه لكن نبارك اليوم لأخ الزميل الصديق سيف الرق الجديد طبعا هذه حلقة يكون معنا الرجل يتكلف في البرنامج معدات جديدة معدات أقل ما نسويه بقى في واحد جاء بخشبة ورماه في الديكور كارب أتعلم أهلا جديدة بس لخمني أول يوم جينا وقت توقيع عقود الموسم الجديد أجهزة خبر الأول إشعال النار في المراعي والغابات دون اتخاذ الاحتياطات اللازمة وخالفة بيئية تعرضك للعقوبة نقطة بس تركيز في نقطة المراعي والغابات حلوين يعني العقوبة محددة حلوين الغرامات غرامة مالية تتراوح من خمسمائة إلى خمسين ألف ريال إصلاح الأضرار الناتجة عن المخالفة والاحتياطات اللازمة بعضكم إياها برضو عشانكم مع بعض برضو في الاحتياطات اللازمة عدم إشعال النار من قرب من جذوع الشر إطفاء النار بشكل كامل قبل مغادرة المكان ألا يتم إشعال النار أثناء هبوب الريح إطفاء النار بشكل كامل قبل مغادرة المكان الشباب يبون يكثرون ترى إطفاء النار بشكل كامل مرتين كاتبينها فأنا عدتها مرتين هذه أجماعة أشان لا يصير عندنا كوارث مثل يسار ما بين النماص تنوم الناس وشب ناره جاهة وطيرة شب في الدنيا شغل سيارة بين حاش أنا ما أدري عنه تفاصيل حادث نماص بس أنه التركيبة القرار واضح والكلام واضح لكن بكر لا يجيني أحد يدقني مخالفة وأنا في الثمامة ما حولي شجرة خلي السافي تقعد لو قعتلك ثلاث دقائق جنوبك تروح أحسن من الجم فرجاء المراعي والغابات حلوين لا مشكلة دائما العالم تركز في مخالفة تتصقع مخالفات ما تدرين لا أنت في مراعي ولا أنت في غابة فيج كسرة شجرة ماي لم يبس هناك حتى لو أطفت لحالها ما حولي شيء يشب ذاني ممكن تأخذها لأي مخالفة فنتبه الرياح مهم ترى الهواء ينقلوا النار واللي قاعدين نشوفه في السنابات والعالم وراعين مكاشيت يجونك تشب له نار مترين وفوق الشجر يعني هذا ثلاث من نوع من أنواع الاستهتار لأن لا شبت النار نحاشهم والقز ترى زين وإذا بتطبخون شغل طبخ على الحطب والمأة كلها نار شب نارك قزك قصر ارفع اطبخ خلص غداك طفهم بردان شب لك قطعتين تكفيك مو بنت في الحالك وشاب للسكن اللي معك نار تكفي ذا بتحمي طيران الستوديو وإنت ولا تحمي طيران فرقة ساحة خبر الثاني اقهر شركة مقاولات تطمس مجرى عين زبيدة هذا المجرى له 1200 سنة وجات شركة مقاولات ساوتها برد أنا انقهرت بس ما أدري عيد اليحية وشو وضعها الحين عيد اليحية العم منجرط انت تنصر شي تاريخي هذا المشكلة ما نجيب شركة مقاولات أجنبية ولا العمال اللي فيها أجانب ما يدرون إذا وإش تاريخ إذا ولا مدري أو مجرى مجرى زي زي غيره هذا كيف كيف صد كيف تجي تفاهم معهم يعني كيف من 1200 سنة ما جاء شي في يوم وليلة يتساوى هيئة السياحة والآثار والدنيا والتوعيات ورسائلهم عن جماعة الآثار والأشياء التاريخية والمناطق التاريخية يجب الحفاظ عليها إرث عظيم أبنائنا بكرة يشوف مون رح فهم سواق الدركتور رح يشتفل سواق الدركتور ذاللي قاعدين نقوله عنه باسم حياكم الله معنا بعد الفاصل اليوم معنا ضيوف بمواهب جديدة ويمكن شغلهم يتكلم إن شاء الله ذا المخرج طلعها بشكل حلو شغلهم إن شاء الله لنا تكون واضحة للناس أنا أضربكم من تحت الحزام يا مخرج فهذه طبعا شغل الشباب معنا اليوم عبدالله عمير منوّرنا حياك الله ومعنا العادل الدوخي والله يحبوك مشرفين والله يشرفين أنتم طبعا قريبين من المجال بس في نجدي وفي شرقاوي طيب أسألك أنت أول شيء لنك القريب مننا وش الفرق بين نجدي وشرقاوي والله أبو عبدالله كل منطقة ولها تراثة حلو يعني مناطق الشمال عن الغرب وعن الشرق تختلف في المواصفات الطبيعة الأرض حق نفسه جميل إذا جيت أنت في الوسطى فتحصل الطينة الحمرى عندهم هي أقلب البنيان حقتهم أول قصيم تحصل تغلب الطين الأحمر حقهم حلو لكن لما تجي إلى الشرقية لا بتحصلها الطينة الفاتحة شوية أما تشوف شغل كثير في خشب أنا شغلي طبعا خشب أقلب خشب أنا كنت أشتغل فلين في البداية بس ما جدت الفلين مثل الإخوان ما شاء الله عليهم يعني يشهد لهم صراحة لكن أنا سويت مرة وكنت فيها محرجان وعندي المزرعة ما سويتها بفلين في دخلة الأمير خر الماية فبعدها حرمت قلت خلاص ما راح سويته وقف الليلة ما راح سويته كلها خشب طيب عبد الله ليش طب أنتم متجئين يعني أنا شوف دائما أهل نجد يمكن ساحبهم المصمك أكثر أغلب شغل ما ما تكلم عن شغلكم ذا اللي التصاميم والتحف هذي دائما ساحبكم المصمك أكثر طبعا أخو عبد الله هذا من تراثنا من تراث النجد اللي هي طبعا المصمك المصمك طبعا مهنة اللي قد أتكلم عنه يكفيك أنه قصر ملك عبد العزيز وبداية افتتاح الرياض فبالعكس هلتشرف أني أسوي المصمك حلو غير كذا البيوت الثانية يمكن يعني أنا عشت شي بسيط في البيوت الطين وعرفت في البيوت الطين طلعت شاي باجل بس أقول لك يعني كنت صغير فترات صغيرة طبعا البيوت أطينا الى الآن موجودة صح مهم بعد راحت في المزارع في المزارع بعض المناطق في الرياض صح نعم فطبعا على طول دار في بالي أني أسوي البيوت هذه اللي كنت أنا متخيلها أول فبديت أسويها مثل ما أنت شايف هذه البيوت اللي موجودة طيب شغلكم من اللي يشتري من اللي يقتنيها أنا لأنه ليش زالتك عن قصر مصمك أغلب تدخل أي مرة عبت رقم سوي قصر مصمك طبعا الشي ميز قصر مصمك اللي انت سويته عن اللي سواه فلان عمت وتصميمه واحد يعني والله تختلف على الحرفة طبعا لما أتكلم عن مصمك مصمك فيه قصات يعني تختلف ممكن الواحد يجيدها يعني لما أنا بقول لك بقص الحين المصمك أبسويه الحجم الصغير طبعا لما أقص لازم أطليه شي بطيت بعدين أغري كويس فيه ناس ممكنها تقص وتركب وتحط الطين وزي كذا ممكن الطين ممكن تختلف يعني قصت كنت في الأخير بالكواليتي أي تختلف طيب حنا ما نبغى نظلم أعمالكم حنا بنطلع فيديو مقطع لأعمال عبدالله وبعده فيديو مقطع لأعمال عادل طبعا لنشوف هاي الفيديو لأعمال عبدالله طبعا لنشوف هاي الفيديو لأعمال عبدالله طبعا لنشوف هاي الفيديو طبعا لنشوف هاي الفيديو لأعمال عبدالله طبعا لنشوف هاي الفيديو لأعمال عبدالله كيف اتجهت هذا المجال؟ الله يا أخي أنا كنت أحب هواية الرسم الخفيف والمجسمات خبر من أول في المدرسة الفنية حط لك الأشجرة وحط لك هم أدري إيش والرسمات ذي فبدأت تتطور شوي معا كنا أرسم حق العيال في المدارس وكذا لكن لما تجي تروح لبيت جدك وبيت أهلك وبيت طالع البيوت القديمة يا أخي تحن لها والعصوف ما قصر فيه النبأ رجعك رجعنا بالقوة طيب عبدالله بديت المجال لنفس طريقته ولا كان عندك خط ثاني لا أنا كنت يومني صغير كنت أرسم سمك بحر عكس هذا عندنا ما ترسم كنت أسوي حقة الشرقية بحر وسمك وزي كذا كل وعد يسوي اللي ناقص في الابتدائي بعد تطور الشغل صراحة شفت المصمك عجمي صراحة حبيت أني أحاول أني أقلد المصمك يعني أقلدت كذا مرة ما طبكت بالشكل الصحيح إلى مثل ما نشايف نحن بروح شوي نشتراحها ونفصلها بس أنا كنت سؤال أول وقطعتها أنا كنت أسألك يا عبدالله من اللي يقتني أعمالكم؟ والله شوفه بالنسبة لي أنا عندي بطني الحوي في طبعا الآن تعرف توجه المملكة كلها للتراث التراث والسياحة 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 كسعوديين فصاره بالعكس الآن يشترون من عندنا الحمد لله صار فيه تسوق سوق أعمالنا وقامت الناس يشتري قامت الناس تحطها مثل ما تقول في المشباتهم عايد يعني يشترون الحمد لله ولكن لو تجيب الماصمك لا الماصمك طبعا أحيانا نعطيه هدايا معرض فيه معرض فيه معرض خاص للمملكة أو زي كذا أو هدايا طيب عادل من بسألك لأنه واضح أنكم نفس الزبائن تغريبة عنصر النسائي هو أكثر في الرأي طيب إن شغلك في خشبة يعني هذا إذا اللي شفناه عرفت المليح تسلم ما يختلف عن يعني ما أده كيف أفسر لك بس أنه هذا توجه وذا توجه ولا كلها هي أفكار مختلفة لكن أنت مدام أن أنت تشتغل بالخشب تقدر تدخل في مجالات كثيرة تقدر تدخل في المودر وتقدر تدخل في التراث وتقدر يعني تسوي الشغلات الكثيرة اللي أنت تبغاها بالخشب فهي توجهات كثيرة فهي مداما عندك الفكرة أو الموهدة فتقدر تأخذ أي شيء هذا هو طريقة النحط والقص بالمكينة السكرول سوق طبعا هذا يمكن تقريبا فيها خمسين قطعة تقصها وتصنفرها وبعدين تلزق وترك وتترتبها ثانا مرة وتصمغها وكذا وتطلع لك بالشكل اللي أنت تبيه كهدية أو درع أو شغلة زيتين جميل طبعا عندي سؤال ثاني ما تشفون شغلكم بعد فترة بيأثر عليك الشغل اللي قاعد يصير المصانع 3D والمدرش ومقصات 3D أنا قاعد أشوف يعني اللي الشغلة التقنية اللي دخلت في موضوعكم ولا في ناس تحب الشغل يدوي شوفوا عبدالله هي المكاين ذي موجودة ولا بد أن أنت تستخدمها لكن مهما كانت الحرفة اليدوية هي اللي تدلك على التراث يعني إذا أنت قاعد تتكلم عن التراث فهي كلها أول شغل يدوي ما في مكاين إذا تبغى مدر ممكن نسويرك بالمكاين حل أنت لو تلاحظ في المقطع اللي جبته قبل شوي كان فيه قصر البوابة حق قصر حق دروازة الحسر القيصرية فهذه كلها قصب الليزر لكن لما أنت تنقشها باليد فهذه تختلف البيبانة الآن اللي موجودة القديمة النقش لما يجيك شايب وينقشها تختلف جودتك عن الثاني و عبدالله كيف نستخدم برضه؟ لا أنا دخلت بس أسمعها الخشب كقاعدات بس لكن الشغل لا الشغل يدوي أنا أشتغل بيدي في عندنا قص الفلين بس أنا ما أستخدمها طبعا دائما الشغل يكون باليد هو الأفضل نفس الرسام لما يقعد يرسم لك زي كذا لما تجي تسأل عن الطباعة عن الرسم تفضل الرسم أفضل من الطباعة صح لأن الشغل متعوب عليك شغل يده و سعره فيه طيب أسألكم بس ألوشي عبدالله كم من أسعارك كم تراوح الأسعار اللي عندك؟ والله أنا غالية كم يعني المصمك كم ذا؟ المصمك يوصل تقريبا ألف ومئتين حلو والثاني اللي تحت اللي تحت اللي ما أشوفها اللي هو البيت الطائح البيت الطائح هذا 800 ريال كم؟ طب لو البيت مو بطائح يصير أغلج أنا حسب مكتب العقار لا بسترابوا عبدالله البيت ميزة وشو؟ يصب موية كان المطار وصب موية وزي كذا وغير المنهد نحن نعتذر والله لا بس أنه تعرف لا بالأكس ما عندنا توصيلة كشرح بس أن أقول لكم لا أرى فيه شيء حرام بس أنه المخرج ضد أي شيء جديد المخرج عاوز كذا طبحنا يا شيء الله يعينكم نحن نعتذر منكم وصف الشيء لكم بس يالله عادي شوف أمر الله طيب كم تبيع عشاء لك؟ والله زي ذا مثلا؟ هذا إذا جيت للواقع ما يقل عن أربعمية أو خمسمائة ريال لكن لما تجي تنزل السوب تقول لهم بمئتين مئتين وخمسين يقول لك قال لأنه أنتم لكم جمهور معين بس هم ما بعرفين الشغلة التي أنت تسويها إلا الناس الذويقة التي فعلا تأتيك تقول لك لا هذا فعلا سعر كده يعني أنا عندي الآن النجار ثلاثمائة ريال يأتيك واحد يقول لك لا خمسين ريال تترحلنا فينا طبع المكاسر بس مول كده لأنه أعلمك شغلة أعلمك شغلة أنت خربت عليكم مصين كثير صحيح صحيح أن الناس تحسب حتى الشغل اللي الناس تعبانه فيه يا رجام الصين جيبه بعشرين صح بس هل بيجيبه بنافس الشكل؟ ولا هو جايب حوله فأشان كده أقول لك أنتم لكم أماكن معينة لكم زبائن معينة لكم ناس متوجهة تحبي عندما يجي يشتري ذاه عارش قاعد يشتري صحيح صحيح وهذا الناس اللي قاعد أقول لك عنهم الناس فعلا الدويقة اللي يعرفون فن الشغل اللي أنت قاعد تشتغله طيب وحنا بنطلع فاصل ونرجع نكمل سوالفنا بعد اللي إن شاء الله موسيقى حياك مالله والله موسيقى موسيقى منوري إنا وجودك والله عد شوفي حنا كل ضيف يجينا ضيف مميز لازم نكسر بروتوكول عندنا توقع نفسخ الشم نفسخنا عادي موسيقى موسيقى لا أنت اليوم بنكسر فيكم وضعية الاستوديو مرفت كيف؟ والحين عندي فقرة بس ماني بحاطها حلو أبقول له موسيقى على وطول لأن ظروف الكاميرا مع ظروف المدريش المسالفة طويلة موسيقى موسيقى أبغى هي الفقرة ما في ملعبك موسيقى موسيقى شيف طلع عناد شيف 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 حاطها أنا ما استحدي والموضب موسيقى نبغاك عبد الله موسيقى تشرح لي عن هذا المجسم اللي سويته أول شيء عندنا أسئلة كثيرة أكيد تمام كم أخذ وقت هذا يطول عمر يأخذ تقريبا أربع أيام كده حلو على تجهيزه طبعا كلها من الطبيعة باستقريبا الفلين لكن لو جيت التربة طبعا أنا أجيب تربة طينية من أصل بيوت الطين المنهدة أجمعها وأجي أطليها مع الطين الطبيعي هذا فلين هذا فلين طبعا ما تستخدم خشب ما يجي خشب لأن هذا أصلا الجسم يصب موئة يعني زي اللي جايه مطار وجاسي يصب موئة لأنه منهد حتى الخشب هذا برضو من الطبيعة أخذه حلو مستخدم في حديد شيء لا ولا حديد ولا شيء خشب وفلين العواد هذه خشب كلها هذه خشب كلها العواد طبعا من الطبيعة على أن نسويها على أكنها اللي هي طبعا الأثر قديما كان المباني طبعا كلها بالأثل حلو الأسكوف بالأثل وبعد نحطنا عليها اللي هو السعف وبعدين الطين الطين اللي هو طبيعي طيب واخذ أربع أيام أخذ منك هذا أربع أيام لأن أول شيء يضع فيه طبعا المقطس لتحت مع العوامة على الطلوع الموية فوق نزولها هذه بداية لتحت تركيزها يعني نافورة ذي بالأخص زي نافورة كأنك قاعد تسوي لك نافورة لكنك بس تدخل طبعا الشكل هذا اللي هو طبعا الواجهة أركبها أول شيء أجهز الواجهة أجهز البيبان أطليها من الداخل وبعدين أطليها من البرة برضو أجهز المربع الخلفي ثم أطليه من جوة أطلع اللي حق اللي طبعا المزيمة أنت قلت اللي هو نزيل نافورة ثم أبدأ تغريه لما أغريه أطليه اللي خارجي كله طيب أنت قلت لي أربع أيام أربع أيام كل يوم شغل كم ساعة يعني على حسب الوقت يعني أحيانا تكون ثلاث ساعات أحيانا تكون ساعتين أشتغل فيه زي كده إذا أن التفاصيل ذي أنت يعني قد سويتها قبل كأول مرة يأخذ منك أربع أيام ولا قد سويتها قبل قد سويتها الآن مجهز واحد هذا خلاص مبيوع هذا الآن عندي واحد قاعدة جاهزة في الآن لفس الشكل هذا حلو طيب عادل أسألك أنا عن مثلا النجار هذا النجار فيه تفاصيل كثير كم أخذ منك يوم هذا طال عمرك يعني لو أشتغل أنا فيه يوم ثمان ساعات يعني ممكن أخذ فيه يوم ويوم ونص حلو لكن أنا شغلتي يعني لم أتقد منهم من الساعة عشرة إلى الساعة ثلاثة أو ثنتين ونصب عصرة العصر خلاص أقفل فيأخذ مني يومين 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 لكن مشكلتها في التفاصيل الدقيقة اللي هي الصغيرة ذي هي حلاوة الأشياء هذه بالتفاصيل التفاصيل الصغيرة أنت قبل شوية تسألني تكون أشياء تجيبها من الصين و من الشغلات فيه فيه شغلات هنا زي العربة هذه ممكن تحصلها بالصين بس ما راح تحصلها بنفس الجودة حقة الخشب يعني حلو لتحصلها لا بسيليكون أو بديل الرخامة أو الريزون أو المادات لكن اللي بتحصلها هنا هذه كلها من نفس الأخشاب تأخذ منك وقت في التركيب الكراسي والصناديق و ذي كل أنت مسويها كل هذا شغلي ما عدا الرجال اللي موجود وقاعد أفكر الآن أني أسوي قالب إذا أحتاج نفس الرجل هذه أحتاج أني أسويها مع أن البعض يقول لك لا لا تحط و واحد يقول لك حط و حرام و حلال و ما تدري عجل من عناس يمكن هذا فن هذا فن ما لا علاقة حلال و حرام الناس ستسرت تدخل كل شيء شيء تعرف له و شيء ما تعرف له بالضبط لكن في الأخير فن قاعد تقدم صوره حلوة هذا تقول يأخذ يومين؟ يأخذ تقريبا يومين مكمل للمجسم بعد طالعين أي شكل أي ما أنتبه ما أنتبه يومين تحط الصبغ والمعجون و ينشف و ترجع تنحت الشغلات ذي في فيكون أكثر من جزء أنت قاعد تشتغل فيه لما تجهز نفس الهيكل تصبغه و تخليه ينشف و تروح تشتغل في العربة في السلم في الكرسي في الباب الخلفي في الشغلات هذي بتبتدي تشتغل فيها أنت على ما ينشف في الهيكل يعني تأخذ معك وقت تأخذ وقت طبعا طيب أنتم متفقين عندكم معي شغلات الغرع الخشب الخشب غرع الخشب بس أنتم الرياضي تشتغلون بفلين أكثر شيء نعم والشرقية ما مشى معكم الفلين أنا بالنسبة لي ما مشى في ناس تشتغل بالفلين بس بالنسبة لي ما راح يعطيك الجودة اللي أنت تبغاها الفينيشينغ الأخير هنا الشباب ما شاء الله عليهم متمكنين منه لأنه حتى لو تجي بتنحت بالفلين و بالحرارة لو بتزيد بيدك شوية بياكل عليك من هنا و بياكل عليك من هنا ما يعطيك هما ما شاء الله تبارك الله يعني متمكنين أنا أشتغل بالخشب أول شيء كعمر أطول و يعطيني الجودة اللي أنا أبغاها و يعطيني اللي أنا أبغاها و يعطيني اللي أنا أبغا توصل اللي تبغاها أنت بالضبط يعني شوية بيكون فيه ثقة للخشب لكن الجماعة للأمانة شغلهم بالفلين شيء لا يعلق لي طيب عبدالله و شنا هو تسوي المستقبلا غير الأشكال هذي والله ما فيه إلا هذي ها؟ هذي اللي هاويه أنا كشغل يعني مبنى معين ما رحت مثلا سافرت طلعت لك المناطق بربيات لا أطلع تصاميم البيوت الطين تختلف عن هذي و فكرت شوف اللي يختلف تقريبا مثل ما اسمه عندك الحجاز عندك المنطقة الجنوبية بيوتهم تختلف عن بيوت نجد برضو المنطقة الشرقية قريبة ترى من منطقة الرياض يعني كان بيوت و زي كذا في طريف في القريات أنا شفت برضو نفس بيوت الطين نفس منطقة الشمالية كلها نفس بيوت الطين لكن منطقة الجنوبية منطقة الحجاز تختلف الحجاز حتى شبابيك حتى تكشب شبابيك خشب طيب ما فكرت تروح لل لا تعرف انت نجد و كذا وحاب البيوت الطين لحق نجد فأنت يعني هالي صراحة يعني أقدر أشتغل نفسها يعني أنت رجال منغلق على نفسك بتشتغل ناجد بحث ناجد نعم وعادل أنا أشتغل طال عمرك بالخشب الشرقية وزي ما قلت لك الخشب ممكن تتفرع منه بالسكر والسوت تقدر تسوي الدرائش القديمة تقدر تسوي تصاميم كثيرة طيب جدة وشغل جدة والبيوت التصاميم القديمة هناك كل ماعتمد على الخشب ماعتمد على الخشب بس ترى لما تتكلم عن جدة البيوت حقتهم لما تشتغل بالخشب شغلتهم أصعبة بكثير لأن الديكورات حقتها كثيرة تفاصيلها كثيرة جدا جدا يعني صد شكلها لما تروح جدة القديمة وتشوف الشكل حقها جميل لكن أنت عشان تسوي هذا المبنى يجب أن تقعد لك شهر تشتغل فيه طب حلو يطلع شيئين بالأخير يطلع شيئين بس هل في زبون تغطني أنت بتحطه لك لكن ماحد يشتري ماحد يجيك يقول لك بكلفك كثير بكلفك كثير بكلفك وقت لكن هذا ما أسويه وأحطه عندي في البيت صح لكن إذا أعرضها للبيع قليل اللي بيجي طب عرضت بطلال قال لك المصمك لها ناس لها جبائي كل الشغل ذا له زبائن لها زبائن لزبائن معينين أنتم و هذه المشكلة طيب بالنسبة للمهرجانات اللي شاركتوا فيها عبد الله واشينا فتحت لك بيبان جمهور جديد عالم كسبتوا الحضور والله الحمد لله أبشرك أنا شاركت المهرجان جنادرية اللي قبل الآن بعدها بديت أشارك المهرجانات الثانية لفعاليات اللي صارت في المندي تريال والحب الأن معي شريك بعد حول موجود معي شريك كيف هم في الشغلة دي ولا بس دراهم أكيد لا شغال في نفس الشغلة هذه حينا دراهم ندي كنت تبرا الصنع أو يشغل دراهم أنا حافظها بس هو يشتغلنا لكن شغلنا الحمد لله شغلة برضه ممتازة جيد ماشاء الله وكنا عندنا محل لحد ما طلعنا من المحل هذا وصاره يشتغل الحال وانا الحال حلو عادل طيب كيف المهرجانات معك؟ والله المهرجانات أنت لما تدخل في المهرجان وتحط أشياء تراثية قاعد تضرب على شيء حساس عندهم طب حلو يعني فيه سوق فيه تصوير أكثر من السوق الناس تحب تصور بس ما تبي تدفع تحب تصور يعني أنا شاركت في مهرجان صنعتي 2018 تحت رعاية صاحب السمو الملك المير سعود بن نايف حق المنطقة الشرقية الله أحبه ما عندي وقت يمكن ربع ساعة أني أقعد على الكرسي من كثر الناس اللي تجي يعني حتى من مجلس الشورى جاتني عضو من مجلس الشورى صورت ومشت صورت ومشت جاتني القنصل الأمريكي صورت ومشت صورت ومشت هذا المشكل حتى أمناء المنطقة حطوا تيكت أمين المنطقة جاءوا ومعجبين بالشغل صوروا مشت طيب وبعدين أنسه وانا هضاك والله نسينا طيب حطوا تيكت لأن مشكلة والله مشكلة كان يجون يصورون شغلي ويسرون ولا أحد يشتري يعني وسعار كمية بلا سعار غالي أنا نشوف طيب وإش الحل يعني قير اللي قلدك يا أستاذ طاري أي عد التقليد واجد أي قير اللي يجيك يبي يصور ويشوف أنت ش تسوي عشان هو يسوي زيك يعني ما يستأذنك يقول لك مع لي أنا بسوي كذا ولا كذا يجيك بطريقة ثانية أنه والله هذا نصنوع من إيش كيف سويته شمادة فيعطيك شغلات بحيث أنه يوصل لأنت الهدف طيب عبدالله أنا وش في يوم من أيام جيت لقيت واحد نفس تصميمك وعارضه جنبك في محل في مهرجان والتصميم تصميمك أنت كثير ترسار طيب وش تسوي شسوا بلاد حيلا وش تبيت تسوي أنا في واحد كان يشتري مني جسماتي وكان يعرضها بالسنابة وكان يقول هذه من أعمالي طيب يا أخي ما في حقوقها الحين ملكية الفكرية والعالم ما فيه لطريقة واحدة أنك تتكلمه أو أنك تقطع النكمعة تبيع ما فيه جهة أنك تروح تقولي يا حبيبي هذه أعمالي وكذا وثقوها لي وتسير باسمي أي شخص يقلدني حماية حقوق وزارة تجارة أي جهة ما فيه لا فيه أكيد فيه لا تقولي لأخير بس فيه ناس كثير رحمة تجاري يمكن طيب افتحوا الشجاء تجاري وإذا شغلك يروح بلاش تفتح محل أبو عبد الله كم يكلفك المحل كم يكلفك تجيب لك عامل كم يكلفك رخصة البلدية كم وكم وكم وحسب و أنت قاعد تبيع بسعر نازل طيب ما فيه الجهات الحكومية زي مثلا وزارة البقافة السياحة السياحة التراث عندنا ما أحد استدعاكم قال لكم تعالوا إيش ممكن تقدمونا عندنا الضيوف يجونا من دول برة هل ممكن أن نسوي بعض الأشياء كذا نقدمها لهم كهدايا من تراثنا ونمعنا والله أنا قد شاركت في الغرفة تجارية الصناعية قد تكلموني وشاركت معهم في اليوم الوطني قبل العام تقريبا أو قبل العام شاركت في البنك المريكي برضه بس شاركت كدفعين لك حق دفعين نعم دفعين أني أعرض عندهم أعرضهم جسمات بس ايه دفعوا لك عليه حلو دعنا لا أنا يجوني طال عمرك ناس يقول لك نحن عندنا معرض شارك كلهم يوكي بشارك طيب ادفع الفين أو ثلاثة وخمسة لاف حق البوث وتعال شارك طيب أنا أستفت إذا أنا بدفع لك أنت والناس بتزبائن عشان تجي تشوفني وانت بتجي تأخذ مني مبلغ أنا إيش استفت هذه اللي الناس قاعدين سوون لها معارض اللي الدوائر الثانية الحكومية تسمح لهم أنهم يسووني الله أنا أقول أنا أفضل أن تكون في هيئة السياحة تجمع ناس المنطقة الشرقية ناس الوسطى ناس الغربية قدمتوا رفعتوا مقترحات هنا سؤالي أنا بس ترفع لنا احنا رسلنا أنا بالنسبة لي ما عندهم إيميل هذه السياحة رسلنا لك في التويتر ما أحد يجاوب يا أخي ما عندهم إيميل رسلنا في الإيميلات رسلنا أنا قاعد أخاطب دايريكت الجهة النافسة عن طريقة تويتر تبغى رد إيلا ما وشغلك ما أحد يرد عليك نهائيا ولا أحد يعبرك بعد الله من مشكلة خلالي نشغلون أغنية حزينة نورتونه ونشرفتونه حبيبي الله يحب شعرنا فيكم شعرنا فيكم وشوفنا أشياء جميلة استفادنا منها اليوم فأنا أريد أن أسمعكم كيف نختم حلقاتنا بأغنية لطيفة قبل الله تسمعنا أنا أريد أن أهديك يا حبيبي الله هذا وتبرع هدية من أخو يا حبيبي الله شعرنا ومكانه محفوظ في الستوديو والهدية الثانية المطبخ حق الوالدة الله يحفظها الله يطول عمرك رابا كثرة هل تأتي من بكرة ضيف مرة ثانية؟ نورتونه شعرنا لا أريد أن أصبح هناك أنا أريد فقط هدية واحدة اللي هي الدرع هذاك الله والله وأتشرف الله لا لا خلال هذه اللي تقعد عندنا ما هي من المشايلين هذا اللي يشوف نحط أنا بارتب لأ الحمكة أنا عارف مخرجي غار وبيغطي بحطه هنا وحده هنا يعني نورتونه وشرفتونه الله يحفظك الله يحفظك الله يحفظك الله يحفظك ابينا ما يرون والله يا عمر انقضى من الأماني والجروح كون الجدران لبيوت اشتركوا في القناة